ونروح مع حضراتكم للبرلمان وتاني يوم لانعقاد الرابع للبرلمان المصري مجلس النواب النهاردة تم إجراء الانتخابات اللجان النوعية في البرلمان وعددها 25 لجنة وكانت النتيجة في انتخابات لجنة الصناعة فوز المهندس فرج عامر برئاسة اللجنة وده بالتزكية كمان فاز النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن برئاسة لجنة الشباب ورياضة في مجلس النواب وفاز على منصب الوكيلين النائبين محمود حسين وعماد سعد حمودة أما لجنة التضامن الاجتماعي ففاز فيها بالرئاسة الدكتور عبد الهادي الأصبي وهو طبعا رئيس اتلاف دعم مصر وفازت النائبة رشا رمضان والنائب محمد أبو حامد على مقعدي الوكالة فاز أسامة هيكل برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والأثار ومحمد شعبان وجليلة عثمان بمنصب الوكيلين بالقرعة وأصفرت انتخابات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب عن فوز الدكتور أسامة العبد بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية طبعا دكتور أسامة العبد كان قبل كده رئيس جامعة الأزهر وكمان الدكتور أسامة الأزهري والنائبة أماني عزيز بمنصبي وكيلي اللجنة